بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في العرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول بعض المحاور المرتبطة بعقيدة الإمامة ما هي الإمامة؟ وهل الإمامة أصل من أصول الدين؟ وما هي الضرورة التي تعين وجود الإمام في كل زمان؟ هذه الأسئلة نحاول أن نجيب عليها من خلال هذه المحاضرة السؤال الأول ما هي الإمامة؟ هناك ثلاثة اتجاهات لدى الفكر الإسلامي حول تحديد حقيقة الإمامة الاتجاه المدرسي والاتجاه العرفاني والاتجاه الكلامي الاتجاه المدرسي الإمامة هي امتداد للنبوة كما أن النبوة مصدر للتشريع الإمامة مصدر للتشريع هذا هو المستفاد من حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي فكما أن القرآن الكريم مصدر للتشريع ومصدر للقانون أهل البيت مصدر للتشريع ومصدر للقانون السماوي إذن الإمامة هي عبارة عن منصب مصدر التشريع فكما كان النبي صلى الله عليه وآله مصدرا للتشريع كما قال عنه القرآن الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كذلك الإمام هو مصدر للتشريع يعلم الكتاب ويعلم الحكمة هذا الاتجاه الأول في تعريف الإمامة الاتجاه الثاني الاتجاه العرفاني الاتجاه العرفاني كما ذكر السيد الطباطباء صاحب الميزان أعلى الله مقامه الإمامة وجه لله الإمامة هي عبارة عن الوساطة في الفيض ومعنى الوساطة في الفيض أن الإمامة عليه السلام مصدر لهداية الكون كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة من أين يستفيدون ذلك؟ من قوله تعالى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا الأمر هنا يراد به أمر ملكوتي يهدون بأمرنا يعني يهدون استنادا لأمر ملكوتي الإمام له القدرة على أن يبث الهداية في النفوس على أن يبث الهداية في العقول الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على ذلك لاحظوا الشيطان الرجيم إبليس إبليس مع أنه عدو الله لكن الله أعطاه قدرة إبليس أعطاه الله القدرة على إضلال البشر أعطاه الله القدرة على أن يبث الوسوسة وسوسة الضلال في النفوس القرآن الكريم يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إبليس يمتلك القدرة على أن يوسوس في صدورنا يمتلك القدرة على أن يبث وساوسه وأساليبه في صدورنا من حيث لا نشعر كما أن الله أعطى إبليس هذه القدرة أعطى الإمام عليه السلام قدرة معاكسة تماماً الإمام يمتلك القدرة على أن يبث الهداية وأن يبث أساليب الهداية في نفوس المؤمنين في نفوس المستقبلين لنور الهداية لذلك قال تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هذا الاتجاه الثاني الاتجاه الثالث الاتجاه الكلامي علماء الكلام عند الإمامية كيف يعرفون الإمامة ما هي الإمامة الشيخ المفيد في الإفصاح المرتبى في الذخيرة العلام الحلي في كتاب الألفين نصير الدين الطوسي في كتاب قواعد القواعد كلهم يعرفون الإمامة هي الرئاسة في أمور الدين وأمور الدنيا ما معنى الرئاسة؟ الرئاسة بمعنى الولاية الإمام له ولاية ولاية على التشريع وولاية على تطبيق التشريع حتى نفهم هذه النقطة هناك فرق بين النبي والرسول والإمام النبوة تعني الوحي من أوحى الله إليه فهو نبي القرآن الكريم يقول وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ إِلَّا وَحْيًا أو من ورائي حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء الوحي له طرق ثلاثة إما إلهام أو يخلق صوت من ورائي جسم معين فيسمعه النبي أو ينزل ملكاً للنبي يتحدث معه بشكل مباشر ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً يعني إلهام أو من ورائي حجاب يعني يخلق صوت كما خلق لموسى بن عمران صوتاً فسمعه أو يرسل رسولاً يعني جبرائيل فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا هذا هو النبي من يوحى إليه الرسول من أعطي كتاب من بعث برسالة هذا يسمى رسول مثلاً عندما يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان كل رسول له كتاب نوح إبراهيم موسى عيسى هؤلاء رسل مو فقط أنبياء أنبياء ورسل لأن لهم كتاب لأن لهم رسالة يقول القرآن الكريم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً كل واحد منكم له شريعة زين أما الإمام الإمامة أعلى من النبوة وأعلى من الرسالة ربما يستغرب الإنسان كما يوحى إليه فهو نبي كما له رسالة وكتاب فهو رسول أيضاً له الولاية على الناس له الولاية على الخلق الولاية على الأنفس الولاية على الأموال الولاية على الأعراض من يجعل له الولاية فهو إمام القرآن الكريم يقول عن النبي صلى الله عليه وآله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى منا بأنفسنا يعني للنبي حق أن يتصرف في نفوسنا له الحق له الحق أن يتصرف في نفوسنا له الحق أن يتصرف في أموالنا له الحق أن يتصرف في كل شؤوننا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم معنى كلمة أولى يعني الإمامة النبي إمام يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لذلك ماذا قال يوم الغدير ألست أولى بكم من أنفسكم يعني أليست لي الولاية عليكم ألست أنا إمام قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني الإمامة التي لي هي لعلي الولاية التي لي هي لعلي كما أنا ولي عليكم ليلحق أن أتصرف في نفوسكم في أموالكم في شؤونكم هذا الحق ينتقل لعلي بن أبي طالب فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار وإذ ابتلى إبراهيم ربه القرآن يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن النبي إبراهيم خضع الامتحانات عسيرة نجح في الامتحان فلما نجح في الامتحان قال إني جاعلك للناس إماما يعني لك الولاية على الناس قال ومن ذريتي حتى تنتقل الإمام مني إلى ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الرسول محمد صلى الله عليه وآله يقول إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا كان يعبد الله الله تبارك وتعالى عرف منه صدق العبودية فجعله نبيا وإن الله اتخذ إبراهيم نبيا قبل أن يتخذه رسولا بعد أن مضت على نبوته فترة أعطاه رسالة أعطاه صحف صحف إبراهيم وإن الله اتخذ إبراهيم رسولا قبل أن يتخذه خليلا وصل إلى مرتبة هو خليل الله خليل الرحمن من شدة قربه لله تبارك وتعالى وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا قبل أن يتخذه إماما آخر منصب أعطي إبراهيم هو الإمامة آخر درجة وصل إليها إبراهيم هي الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين هذا المحور الأول المحور الثاني أصالة الإمامة لماذا نقول الإمامة أصل من أصول الدين لماذا إذا قلنا ما هي أصول الدين قلنا التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد لماذا الإمامة أصل من أصول الدين لماذا أصول الدين هي كتلة مترابطة أسرة مترابطة يعني لا يمكن التفكيك بينها أصول الدين الخمسة يحكم بها العقل فهي مترابطة فيما بينها كيف الآن وضح لك أول أصل من أصول الدين التوحيد أن الله واحد الله واحد ماذا يعني الله واحد في ذاته في وجوده هو واحد في أفعال أيضا هو واحد في صفاته أيضا هو واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو واحد في ذاته هو واحد في صفاته هو واحد في أفعاله من كان واحدا في كل شيء يعبر عنه بأحد قل هو الله أحد الأحد هو الواحد في كل شيء بعض الآية بعض الآيات عبرت عنه بالواحد لا إله إلا هو الواحد القهار بعض الآيات عبرت عنه أحد قل هو الله أحد الأحد يعني من كان واحد في كل شيء هو الواحد في وجوده هو الواحد في أفعاله هو الواحد في صفاته لأنه واحد لا نظير له لا مثيل له في كل شيء لذلك عبر عنه القرآن بأنه أحد الله الأحد من كان واحدا في كل شيء فهو الكمال المطلق لا نقص فيه أبدا هو الكمال في كل شيء الكمال في القدرة الكمال في العلم الكمال في الحياة الكمال في الوجود كل الكمالات لله تبارك وتعالى إذن من آمن بالتوحيد آمن بأن الله كمال ومن آمن بأن الله كمال آمن بأن الله عادل لأن من أوضح صور الكمال شنو؟ العدالة إذا آمنت بأن الله واحد آمنت بأنه كمال بمجرد أن تؤمن أنه كمال إذن تؤمن بأنه عادل لأن العدالة هي أوضح صور الكمال طيب إذا الله عادل كيف تتحقق العدالة؟ الله عادل كيف يحقق عدالته؟ تبارك وتعالى كيف يحقق الله عدالته إذا كان عادلاً تحقيق الله للعدالة في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فالأصل الخامس ألا وهو؟ يوم المعادت يعني إذا آمنت بأن الله واحد وهو الأصل الأول آمنت بالأصل الثاني وهو أن الله عادل لأن الله واحد إذن هو كامل إذا هو كامل إذن هو عادل بمجرد أن تؤمن بالأصل الثاني وهو أن الله عادل حالاً تؤمن بالأصل الأخير متى تتحقق العدالة؟ متى يعاقب الظالمين؟ متى ينتصف للمظلومين؟ إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إذن لابد من وجود يوم تتحقق فيه العدالة ألا وهو يوم المعاد فالأصل الثاني يدل على الأصل الخامس طيب العدالة تحتاج إلى محقق لها في الدنيا كما أن المحقق للعدالة في الآخرة هو يوم المعاد ما هو المحقق للعدالة في الدنيا؟ العدالة في الدنيا تحتاج إلى نظام عدالة بدون نظام بدون قانون خم ما يصير؟ فالعدالة تحتاج إلى نظام وكما تحتاج العدالة إلى نظام تحتاج إلى قيادة تقوم بتطبيق النظام ولا بد أن تكون تلك القيادة قيادة تمتلك العلم بالنظام وتمتلك العصمة حتى لا تخطئ في تطبيق النظام من هنا جاءت النبوة والإمامة لأجل تطبيق العدالة لأجل إظهار عدالة الله على الأرض لأجل تطبيق عدالة الله على الأرض لذلك يقول القرآن الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الكتاب هو النظام وأنزلنا معهم الكتاب والميزان شنو يعني الميزان؟ يعني نظام العدالة ليقوم الناس بالقصد يعني لكي تتحقق العدالة إذن بما أن الله واحد فهو عادل وبما أنه عادل فلا بد أن يطرح لنا نظام للعدالة ونظام العدالة يحتاج إلى قيادة عادلة تقوم بتطبيق النظام لذلك بعث أنبياء ونصب أئمة كل ذلك لتطبيق العدالة فأصول الدين الخمسة كلها تدور مدار العدالة أصول الدين الخمسة تدور مدار العدالة فلا يمكن لإنسان أن يؤمن بأصل دون أن يؤمن بأصل آخر من آمن بالتوحيد آمن بأن الله عادل من آمن بأن الله عادل آمن بوجود نظام للعدالة يعني آمن بالأنبياء من آمن بوجود نظام ضروري أن يؤمن بوجود قيادة معصومة هي أعرف بتطبيق النظام من غيرها وهذا هو معنى الإمامة أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون وكما أن للعدالة مظهراً في الدنيا فللعدالة مظهراً في الآخرة ألا وهو يوم المعاد نجي إلى المحور الثالث الإمامة جعل أم انتخاب ربما يقول قائل طيب إحنا نؤمن بالإمامة بس خلي الإمامة انتخاب نؤمن بالإمامة هكذا الفخر الرازي يقول نحن نؤمن بالإمامة نؤمن بضرورة وجود إمام نؤمن بضرورة وجود قيادة هذه القيادة قيادة عادلة لكن نحن نرى أن الإمام بالانتخاب الإمام بالشورى الإمامة تخضع للإرادة إرادة الأمة الأمة هي التي تنتخب الإمام لماذا نلغي دور الأمة؟ لماذا نلغي دور إرادة الأمة؟ لماذا ننصب الإمام ونجعله مفروضاً على الناس؟ لا خل الإمام صير بانتخاب الأكثرية هل يمكن أن تكون الإمامة جعلاً أو يمكن أن تكون أفواً هل يمكن أن تكون الإمامة انتخاباً أو لابد أن تكون جعلاً؟ هنا نذكر عدة أدل على أن الإمامة جعل وليست انتخاب الإمامة تعيين من قبل الله وليست شورى ولا انتخاب الدليل الأول الدليل النقلي قال تبارك وتعالى وَإِذِ بِتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي ما قال خلي البشر تخبوك إمام؟ وإلا كان بإمكانه أن يقول وَإِذِ بْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ أَوْصَى الناس بأن ينتخبوه صير آية وَإِذِ بْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ أَمَرَ الناس أن يختاروه إماما قال لا إني جاعلك الإمام جعل أنا أجعلك إمام إني جاعلك للناس إماما وقال تبارك وتعالى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةٍ إشارة إلى أنبياء بني إسرائيل وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وقال تبارك وتعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ في الأرض خليفة ما قال أيها الملائكة سيكون خليفة لا أنا أجعل الخليفة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تبارك وتعالى وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيْرَةِ أي خير للأمة يختاره الله أي مصلحة للأمة يختارها الله وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيْرَةِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا طيب إحنا نسأل ولاية الله ولاية انتخابية هل الناس انتخبوا الله ولياً؟ ولا معنى ولاية الرسول ولاية انتخابية هل الناس انتخبوا الرسول ولياً؟ أم الله جعل الولاية للرسول؟ كما أن ولاية الله ليست انتخاب ولاية الرسول ليست انتخاب ولاية من بعده إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون علي بن أبي طالب عليه السلام لذلك جعلهم في لفظ واحد شوفوا الآية دقيقة الآية ما قالت إنما وليكم الله ووليكم رسوله ووليكم لا لا كلهم خلتهم في لفظ واحد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني هي الولاية واحدة مو ولايات مو الله إلى ولاية والرسول إلى ولاية والإمام علي إلى ولاية لا 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 ولاية علي هي ولاية رسول الله ولاية رسول الله هي ولاية الله لذلك جمعهم في لفظ واحد يريد أن يقول إن ولاية علي بن أبي طالب ولاية تعينية من قبل الله تعالى بل هي عين ولاية رسول الله وعين ولاية الله تبارك وتعالى هذا دليل عقلي عفواً دليل نقلي ذكرناه نجي إلى الدليل العقلي هناك فرق بين قراءة الكمية والقراءة الكيفية الدكتور معروف الدكتور القانوني المشهور عبد الرزاق سنهوري صاحب كتاب الوسيط في علم القانون عند كتاب أيضاً آخر اسمه مصادر الحق إذا ترجع إلى كتابه مصادر الحق هناك يفرق بين القراءة الكمية والقراءة الكيفية القراءة الكمية يعني القراءة بالأرقام والقراءة الكيفية القراءة بالمستوى ليس بالأرقام أنت الآن مثلاً تنظر إلى العراق أو إلى الوطن العربي تقول كم طبيب في العراق هذه نسميها قراءة كمية كم مهندس معماري كم مهندس مثلاً في العراق هذه قراءة كمية عندما تقول مستوى الطب في العراق ما هو؟ هذه تسمى قراءة كيفية القراءة الكيفية أهم من القراءة كمية القراءة بالأرقام كم طبيب كم بروفسور كم أستاذ هذه قراءة كمية تمشي على الأرقام أما القراءة بالأرقام أما القراءة الكيفية ما هو مستوى الطب في العراق؟ ما هو مستوى الهندسة في العراق؟ ما هو مستوى الأدب؟ وهكذا هذه تسمى قراءة كيفية وهي الأهم لذلك عندما نجي لنقطتين يتعرض لهم الدكتور السنهوري النقطة الأولى مسألة القانون يقول لا يخضع القانون للانتخاب أنت شفت قانون بالانتخاب؟ القانون ما يصير بالانتخاب القانون يشرعه أرباب القانون ما في قانون يجي بالانتخاب؟ القانون يشرعه أرباب القانون يعني أرباب القانون يقومون بدراسة الوضع وبدراسة المصالح وبدراسة كل الأمور وعلى إثرها يشرعون القانون قانون ما يخضع للانتخاب هل الحقوق تخضع للانتخاب والله المواطن له حق الحياة يعني بالانتخاب المواطن له حق العمل كل مواطن له حق في فرصة العمل كل مواطن له حق مثلا أن توفر له الدولة الصحة والأمان هل الحقوق بالانتخاب لا كما أن القوانين ليست بالانتخاب الحقوق ليست بالانتخاب الإمام حق الأمة وليس بالانتخاب من حق الأمة هذا أعظم حق للأمة من حق الأمة على الله تبارك وتعالى أن ينصب لها إماما هذا حق من حقوق الأمة من حق الأمة أن يبعث لها رسول هذا حق من حقوق الأمة الله تبارك وتعالى بعث الرسول لا بالانتخاب لأنه حق كذلك نصب إماما لا بالانتخاب لأن من حق الأمة من حق الأمة أن تكون لها رسالة وأن تكون لها قيادة فكما بعث الرسالة بدون انتخاب كذلك نصب وعين القيادة بدون انتخاب بدون انتخاب زين نجي الآن إلى ما رايح أطيل عليكم هذه النقطة نجي الآن إلى كيفية حاجة الأمة إلى وجود الإمام أو إلى تعيين الإمام هناك حاجتان أساسيتان لاحظوا الحاجة الأولى عمر الدعوة كم عمر الدعوة الإسلامية 23 سنة فقط منذ أن بعث الرسول إلى أن مات 23 سنة 23 سنة ما كانت كافية للدعوة ما كانت كافية ولذلك لم يستطع الرسول في هذه الثلاثة والعشرين سنة أن يبلغ الدين كله لم يستطع 23 سنة عاشها الرسول أزمات مآسي غزوات كانت 23 سنة كلها مملوء بالأزمات بالغزوات بالمآسي 23 سنة لم تكن كافية لإبلاغ جميع الدين إذن توفي الرسول والدين يحتاج إلى من يكمل تبليغه توفي الرسول والدين يحتاج إلى من يبلغ تعاليمه فمن المتكفل بذلك يحتاج الناس إلى الإمام الذي يكمل مسيرة النبي صلى الله عليه وآله لذلك جاء الكلام من قبل النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها أقضاكم علي أعلمكم علي وهكذا كانت رسول صلى الله عليه وآله عين من يكمل ربما إنسان يطرح سؤال أكيد هذا السؤال عدكم في أذهانكم طيب إذا الرسول ما أكمل تبليغ الدين كيف القرآن الكريم يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كيف إذا الرسول ما أكمل تبليغ الدين الجواب أولين لابد أن تكون دقيق في الآيات ما قال اليوم أكملت تبليغ دينكم قال أكملت لكم دينكم إكمالوا الدين شيء وإكمال تبليغ الدين شيء آخر الدين اكتمل والرسول حي لكن لم يكتمل تبليغه الدين اكتمل والرسول على قيد الحياة لكن من الذي تحمل الدين من الذي استوعب الدين من الذي حمل علوم الدين كلها شخص واحد وهو من تربى على يد الرسول صلى الله عليه وآله منذ صغره إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وكنت أتبعه اتباع الفصيل الامام علي يقول عن نفسه وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به فما وجد لي كذبة في قوله ولا خطلة في فعله محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرًا على ما كان من علمي وفهمي وصليت الصلاة وكنت طفلاً صغيراً ما بلغت أوان حلمي وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير حمي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي إذن الآية قالت أكملت لكم دينكم ما قالت أكملت تبليغ دينكم إكمل التبليغ أوكل إلى الإمام علي وأبنائه ثانياً الآية المباركة كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي بن أبي طالب الله صلى الله محمد الله واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية انتبه لي جيداً للحاجة الثانية القرآن الكريم يحتاج إلى معلم هو القرآن نفسه يقول إنه يحتاج إلى من يعلمه القرآن الكريم نفسه يقول الله يخاطب النبي صلى الله عليه وآله لا تحرك به لسانك لتعجل به انتظر طبعاً هذا يعني شنو يعني الرسول كان يعرف القرآن وكان يريد أن يتكلم بالقرآن الله قال لا لا انتظر انتظر ينزل عليك القرآن وقرأ كما نقرأ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه جمعه يعني ترتيب آياته قرآنه يعني كيفية قراءته إن علينا جمعه وقرآنه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه يعني القرآن يحتاج إلى تعليم يحتاج إلى بيان ثم إن علينا بيانه وقال في آية أخرى هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب يعني الكتاب يحتاج إلى تعليم طيب إذا القرآن يحتاج إلى معلم كان المعلم للقرآن هو الرسول بعد وفاة الرسول من هو المعلم للقرآن؟ من هو أعرف الناس بالقرآن؟ من يحمل علوم القرآن؟ القرآن الكريم يقول نفس القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني القرآن موجود في صدور الذين أوتوا العلم من هم الذين أوتوا العلم؟ القرآن الكريم يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أكو مجموعة هم الراسخون في العلم هم يعرفون تأويل القرآن هؤلاء هم الأئمة إذن الإمام حاجة لأن الحاجة إلى الإمام هي الحاجة لتعليم القرآن الكريم خلق أضرب لك أمثلة حدى أي واحد أنت أي واحد من المسلمين يتحدى قل فسر لي هذه الآيات إذا ما تؤمن بالآئمة فسر لي هذه الآيات القرآن الكريم يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء القرآن ما في تبيان كل شيء كثير من الأشياء ليست موجودة في القرآن إذن شنو معنى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين نحتاج إلى بيان نحتاج إلى من يعلمنا معنى الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما معنى هذه الآية اقرأ قوله تعالى والسماء بنيناها طرح على أي واحد من أي مذهب والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون شنو معنى وإنا لموسعون شنو معنى وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون واضح يعني الأرض الله تبارك وتعالى جعلها مرنة مرنة للزراعة مرنة للسير الأرض مرنة فرشناها فنعم الماهدون بس شنو معنى السماء موسعون يعني شنو معنى موسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون من يفسر القرآن اقرأ قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضِ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا كيف يعني الله ينقص أطراف الأرض؟ يعني الأرض تنقص؟ يعني الأرض عندما تتحرك تنقص؟ شنو معنى ننقصها من أطرافها؟ هذه آية تحتاج إلى تعليم تحتاج إلى بيان من المسؤول عن بيان القرآن من كل المسلمين اقرأ قوله تعالى وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا أَيْدِيَهُمَا وَيْنِ يعني من هنا؟ من الكتف؟ أيديهما من؟ من هنا؟ من المفصل؟ أم من الكيف؟ أم من أطراف الأصابع؟ كل هذا يد؟ من الذي يحدد؟ من هو العارف بعلوم القرآن؟ اقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف يعني استوى على العرش؟ يعني جلس على العرش؟ ما معنى استوى على العرش؟ من الذي يفسر آيات القرآنية بما يليق بالله تبارك وتعالى وجل جلاله؟ من يعرف القرآن؟ من يعرفه من علم القرآن من أول يوم وحتى آخر يوم؟ يعرفه علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة المهديون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ قال أنقل لك هاتين القصتين وأنهي قصة الأولى جاء بامرأة في زمان الخليفة الثاني قد ولدت بعد ستة أشهر ستة أشهر جابت ولد كامل ما في أي نقص فاتهموها بالزنة قالوا ما يصير بعد زواجها بستة أشهر تلد هذه معناه كان عندها علاقة قبل الزواج كيف يعني ستة أشهر وتلد؟ ولد كامل فقالوا إذن هذه أمارة على الزنة فلجأوا للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قالوا يا أبا الحسن لا لا أنت ما كنت موجود ما كنت كنت هادئين الآن لا تسوي إشارة بابا عزيزي عزيزي صد كلام ما أري فجئ للإمام علي عليه السلام فقال لا أولادة طبيعية شرعية كل إشكال ما أكوا قالوا من أين؟ قالوا من أين من كتاب الله؟ قال من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني أربع وعشرين شهر وقال في آية أخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الحمل والفصال يعني الرضاع ثلاثون والإرضاع أربع وعشرين شهر انقص أربع وعشرين من ثلاثين تكون مدة الحمل كام؟ ستة أشهر انتهى الموضوع جئ للإمام علي امرأة ولدت ولدا ذكر وامرأة ولدت بنتا أنثى تركوا الأنثى المسكينة وتنازعوا في الذكر كل واحدة تقول لا الذكر هو لي أنا انجبت الولد وهاي المسكينة البنت قالوا لا تنازعا في الولد الذكر كل إمرأة تقول الولد لي شنو الحل؟ جئ للإمام علي عليه السلام قال خذوا من حليب كل منهما خذوا شيء من حليب هذه شيء من حليب هذه سهد وسائل التحليل ما كانت في تلك الأزمنة لكن الإمام علي لمعرفته كان يعرف قال خذوا خذوا مقدار متساوي من حليب كل منهما هذه المرأة وهذه المرأة مقدار متساوي فما كان فمن كان حليبها أثقل فهي أم الذكر يعني مجتمل على بعض العناصر التي لا تتوفر في الحليب الآخر قالوا من أين علم؟ قال من قوله تعالى للذكر مثل حظ يعني يريد يقول للذكر مثل حظ الأنثيين مو في الميرات فقط ترى لها معاني أخرى لها مداليل أخرى للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا آيات كثيرة نريد أن نقول الأمة تحتاج إلى إمام من يعينه الله ويعيّنه الرسول لأنه الأعرف بالقرآن ولأعرف بالنظام وكفاءة لا تعرف بالقراءة الكمية بل بالقراءة الفيثية مو بانتخاب الأكثرية بانتخاب الناس لا الانتخاب لا يعين من هو الأكثر الانتخاب لا يعين من هو الأجدر الانتخاب لا يعين من هو حامل كل الصفات والمقومات قد يخطئ الناس في الانتخاب إذن نحتاج إلى القراءة الكيفية وليست القراءة الكمية وذلك بتعين من هو الأكفى والأجدر والأحرى عن طريق التعين من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل النبي المصطفى محمد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم يعني نعطيناهم كفاءة إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار المحور الأخير ضرورة وجود الإمام لا يمكن أن يخلو زمان بدون إمام مستحيل القرآن الكريم يدل على ضرورة وجود إمام في كل زمان كيف؟ القرآن الكريم نفسه يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم كل زمان إلى إمامه كل أناس لهم إمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم مو إمامهم الباطل إمامهم يعني من جعله الله إماما لهم الإمام ينصرف إلى الإمام الحق إلى الإمام المنصوب إلى الإمام المعين يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني ندعوهم من خلال من نصبناه إماما ومن جعلناه إماما عليهم فلا يمر زمن إلا وهناك إمام القرآن الكريم يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد المنذر أنت صلى الله عليك وآلك ولكن الهدات الذين يهدون لكل قوم ولكل جيل من يهديهم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فلا يمر زمن بدون إمام ولا يمر زمن بدون هاد وهذا ما ورد في حديث الثقلين حديث الثقلين إذا تقرأ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثم المكي أحد علماء إخواننا أهل السنة يقول روي حديث الثقلين عن نيف وعشرين صحابيا ورواه كم شخص روى حديث الثقلين إذا تستقرأ الكتاب والحفظة مئة وسبعة وعشرين حافظا روى حديث الثقلين حديث الثقلين متواتر لا شك فيه رواه مسلم في صحيحة وغيره إني مخلف فيكم بعبارة تارك فيكم الثقلين كتاب الله أكو ناس يقروها الثقلين لا صحيح الثقلين مو صحيح الثقلين هما الجن والإنس كما يقول القرآن سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني الجن والإنس هدول الثقلان مو ثقلان ثقلان يعني كل واحد ذو ثقل عظيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنه مالا لم يفترق يعني كل زمان فيه قرآن فيه رجل من عترة النبي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترق حتى يردى علي الحوض هذا الحديث الأول حديث الآخر اللي رواه مسلم في صحيحه رواه الحاكم في مستدركه لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة لا تتصور الدين فيختفي يوم من الأيام أبدا أبدا مهما حاول الظالمون الدين الإسلامي سيبقى وسيبقى قوي لا يزال هذا كلام الرسول كلام من لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول لا يزال الدين قائما قائم مقعد قائم يعني شامخ يعني الدين سيبقى شامخ سيبقى ظاهر دين الإسلام ما سيبقى دين خامل لا لا قائم شامخ لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون فيكم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش وفي رواية أخرى لا يزال الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة طيب من هم الخلفاء الاثنى عشر اللي يبقوا إلى أن تقوم الساعة من هم هذا الحديث يقول الدين سيبقى وسيبقى معه اثنى عشر خليفة طيب من هم خلفاء بني يومية خلفاء بني العباس أي خلفاء وقال اثمعيش ما قال مئة ولا قال مئتين ولا قال ثلاثمائة قال اثنى عشر خليفة فقط هؤلاء اثنى عشر خليفة بهم قوام الدين بهم عزة الدين بهم منعة الدين لا يزال الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة من هم الخلفاء الذين بهم عزة الدين ومنعة الدين وقيام الدين من من لا ينطبق هذا العدد الذي أخبر به النبي منذ حياته إلا على الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك إذا تقرأ هذا الحديث ذكره عدة من علماء أهل السنة إذا خرج المهدي فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله هذا الحديث الوارد عن النبي في كتب أهل السنة تعبر عن المهدي بأنه خليفة الله فإنه خليفة الله وقد ورد من مات وليس في عنقه بيعة مات مئتة جاهلية كما ورد من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مئتة جاهلية بهذا أكتفي لأن هم الجماعة هم أسئلة إن لهم لا الطول على العالم خلوها هي محاضرة وهي أسئلة قال لا محاضرة وحد والأسئلة وحد والموشحات وحد والشعر وحد بعد هذا حتى يكتمل الحافل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين